وانضم إلينا من الخرطومة محي الدين جبريل مرسل الغد إذن محي الدين هل يدعم حديث أكبر مسؤول بالبنك الدولي من خطوات دعم الحكومة وهذه الخطوة الاقتصادية بعد تحرير سعر أصرف الجنيه صباح الخير شروق هذه الخطوة من أرفع مسؤول في البنك الدولي بطبيعة الحال ستعزز كثيرا من خطوات الحكومة السودانية التي وصفها مراقبون بالجريئة في وقت يعاني فيه الاقتصاد السوداني يعاني فيه البنك المركزي من شحن في الاحتياضيات النقدية أن تقوم بتحرير سعر الصرف وهو واحدة من الرشدات التي سبق وانقدمها البنك الدولي للحكومة السودانية على الأقل لتستفيد من عدة فرص لتحسين اقتصادها من بينها اتفاقية اعفاء الدول المثقلة بالديون يعني هذه الخطوة كان قد نصح بها من قبل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي أيضا إضافة إلى عدة مؤسسات أخرى من بينها الاتحاد الأوروبي الذي ربط مساعداته للحكومة الانتقالية في السودان بتحرير سعر الصرف ويلغاء الدعم على عدد من السلع والخدمات هذه الخطوة ستعزز ثقة المصارف الدولية أو على الأقل النظام المصرفي العالمي سيستعيد ثقته بسبب هذه التصريحات في النظام المصرفي السوداني الذي كان قد بدأ أول عملية تحويل نقدي إلى الولايات المتحدة الأمريكية أمس الأول في خطوة تعتبر الأولى منذ نحو 27 عاما محيدين من خلال متابعاتك هل التزم السودانيون بتعامل مع البنوك بدلا من أسوق الموازية؟ إلى أي مدى الالتزام حتى اللحظة؟ شروق لاحظنا في المصارف طوابير منذ الصباح الباكر لسودانيين يريدون تبديل عملاتهم الأجنبية في البنوك هذه الخطوة شروق يبدو أن السودانيين قد غابوا عنها منذ نحو ثلاثة عقود حيث كان السوق الموازي هو القبلة الأساسية للمواطنين السودانيين سواء كان العاملين بالخارج أو بالداخل لتبديل عملاتهم نظرا للفرق الشاسع شروق عندما أعلن توحيد سعر الصرف في الخرطم الأسبوع الماضي كان الدولار وفقا للبنوك أو النظام المصرفي الرسمي في السودان نحو خمسة وخمسين جنيه وفي السوق الموازي نحو أربعمائة جنيه لك أن تتخيل الفرق ثمانية أضعاف ولكن عندما أعلن عن ثلاثمائة وخمسة وسبعين جنيه وهو السعر الرسمي الموحد في كل المصارف السودانية هذا أدى إلى ارتفاع سعر الجنيه مقابل العملات الصعبة حتى الخميس موعد إغلاق البنوك كان في المصارف ثلاثمائة وسبعين وفي السوق الموازي ثلاثمائة وثمانين وهذا فرق بسيط جدا فرق خمسة جنيهات فقط شروق هناك حملة شعبية كبيرة جدا في مواقع التواصل الاجتماعي للسودانيين لدعم هذه الخطوة خاصة من العاملين بالخارج هناك في الداخل عدد كبير جدا من المؤسسات أعلنت عن تخفضات في أسعارها لكل مواطن حتى ولو حول مبلغ مئة دولار فقط عن طريق البنك يأتي إلى هذه المؤسسات ويستمتع بخصومات تصل إلى نحو ثلاثين أو أربعين في المئة حتى مطربين شعبيين يعني إعلنوا أنهم سيخفضون قيمة حفلاتهم إلى ثلاثين في المئة وكل مواطن يقدم إيصال مالي أنه تعامل في النقد الأجنبي مع البلغ شكرا موحيدين جبريل مراسل الغد من العاصمة السودانية الخرطومة شكرا